اهلا بكم حلقة جديدة من رقم 10 زي ما احنا متعودين رصد وتحليل لكل مباراة الدوري المصري وكمان في العالم خلينا نبدأ بالدوري المصري النهاردة كان فيه اكتر من مطش طرفي القمة النهاردة اللي يعبوا في الجولة الخمستاشر خلينا نستعرض سريعا النتائج بتاعة النهاردة زي ما تابعنا الاهلي بيلعب مع البنك الاهلي الاهلي بيتغلب على بنك الاهلي بهدف لمحمد شريف 1-0 غزل المحلة بيفوز على الزمالك ماتش طلع طبعا في غزل المحلة بيرامدز وسموها 2-1 لبيرامدز المصري البور سعيدي وفيوتر تعادل ايجابي لألفريقين واحد خلونا بقى نبدأ من حيث طبعا انتهى النهاردة اخر مطش تلعب النهاردة كان ما بين الاهلي والبنك الاهلي زي ما قلنا محمد شريف بيسجل للمرة التانية على التوالي زي ما شفنا سجل في مطش القمة زمالك سجل هلافين وبيعاود التسجيل في مطش النهاردة امام بنك الاهلي في الدقيقة 31 محمد شريف بيعلن عن نفسه مرة تانية تصريحات مارسل كولر بعد الفوز على البنك الاهلي زي ما احنا اتبعنا و بنشوف تصريحات مارسل كولر دايما بتتسم ان هي بالعقلانية قال احنا كنا عارفين ان المباراة امام البنك الاهلي ان هي مش هتكون سهلة وكون ان احنا نخلي اللاعبين ترجع تاني بدنيا وزهنيا عقب الفوز على الزمالك بـ 48 ساعة دي حاجة صعبة وكمان قال ان احنا خلقنا عدد من الفرص النهاردة نجحنا ان احنا بنسجل هدف وحيد عن طريق محمد شريف هو بيقول ان هو سعيد باللعب سعيد ان هو بيسجل المباراة التانية على التوالي بيستعيد لياقة التهديف مرة اخرى اتكلم كمان على كهربا وقال على مشاركة كهربا قدام البنك الاهلي ان هو ما خلاش كهربا يشارك عشان هو اصلا كهربا كان في غياب لفترة طويلة عن اللعب فكونوا ان هو يلعبوا مرتين وراء بعض في وقت قصير صعب ان هو يعمل ده كمان يرجعوا فيه متش التالت ليه على التوالي خليه هو خايف على كهربا ان هو يتعرض لالاصابة يعني هو بيدخل بيشرك اللعب بشكل محسوب جدا قال كمان ان هو يعني عندنا لسه وقت كبير جدا قبل نهاية الشهر علشان يتمم التعاقد معه المهاجم الجديد طبعا كل جماهير الاهلوية عايزة تعرف مين هو المهاجم الجديد قال ان فيه العديد من المرشحين انا هو بيقول ان دوره ان هو يرشح او يقول ان انا موافق على هذا الترشيح اما نتعاقد مع مين او لا نتعاقد مع مين كنادي الاهلي ده مش مسؤوليته دي كانت ابرز تصريحات مارسل كولر بعد الفوز النهاردة على البنك الاهلي طبعا زي ما احنا هنستعرض جدول للترتيب الاهلي بينفرد بالقمة خلونا نروح للمطش التاني نهاردة غزل المحلة بيحقق مفاجأة بيفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 بيتقدم للمحلة جبريل اوروك في الدقيقة الرابعة وبعد كده احمد الندير بيسجل في الدقيقة 19 بيضيف للمحلة طبعا احمد الندري بيضيف طبعا للمحلة الهدف التاني في الدقيقة 19 قبل ما يسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 62 كانت من ركلة جزائي خلونا نبقى كمان نستعرض تفاصيل الهايلايت عن المطش التالت اللي معنا النهاردة كانت سموحة بيلعب مع بيرمز بيرمز بينجح في التغلب على سموحة 2-1 محمد او رمضان صبحي بيسجل الهدف الاول لبيرمز في الدقيقة 16 قبل ما يعادل حسين فيصل لسموحة في الدقيقة 30 وبعد كده بيسجل مصطفى فتحي الهدف التاني لبيرمز في الدقيقة 56 طيب سريعا برضو نشوف مطش اللي بعديه فيوتشر والمصري تعادل واحد واحد تعادل ايجابي بيتقدم محمد رضا لفيوتشر في الدقيقة 49 قبل ما يتعادل المصري مرهون حمدي في الدقيقة 61 دي كان ابرز المتشاط اللي اتلعبت النهاردة وتفاصيل اللي كانت في المباراة خلونا بقى نروح نشوف سريعا كده استعراض للترتيب في جدول المباراة النهاردة بعد انتهاء الجولة الخمساشر زي ما قلنا ان ادي الاهلي بيحتل فيها صدارة الترتيب طبعا كل الفرق لعبت خمساشر مباراة النادي الاهلي 37 فرق 6 نقاط عن اقرب ملاحقي في يوتشر 31 الزمالك في مركز الخامس والزمالك معا 26 نقطة تحت نادي الزمالك الاتحاد السكندري وغزل المحلة اتحاد السكندري 25 نقطة غزل المحلة 25 نقطة معنى ذلك ان الزمالك لازم لازم يكسب المطش اللي جاي في الراوند الستاشر علشان لا قدر الله لو ده ما حصلش ممكن كمان ترتيب نادي الزمالك يتقهقر لمركز السادس او المركز السابع ده بالنسبة للاندية اللي في قمة الترتيب هنشوف للأسف الاسماعيلي في قاع الترتيب برصيد 9 نقاط طيب ده سريعا كان ترتيب الفرق دوري المصري بعد انتهاء الجولة الخمسة عشر اشتركوا في القناة